ركسة الاستعداد ليوم الرحيل التبيع يجب أن يتعاملنا لأخيرة لأنه عندما نعطينا لأكلنا ومعنا نحن نقل في ماذا؟ في نقل الله سبحانه وتعالى ونخبرنا النقل من الدنيا سيكون ماذا؟ ستنقل مع ماذا؟ كوثر الرسول صلى الله عليه وسلم تعالى ما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سأكون في حوض حوض هذا المنزل من رسول الله صلى الله عليه وسلم من يمان من يمان إلى عمان كبيرا قال قال سأكون كبيرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كما ترى من البنزل قال قال أنه سنتقل وضع وعلي وحسنه قال ستكون لن تبعي ستتترك ستترك ستترك أنت تأتي إلى أمر مدينة كما تؤمنين تؤمنين الله ومحمد صلى الله عليه وسلم رضا عليه وسلم سوف يساعدك وكي إن شاء الله وقاله أنه يقول أما أعطيه الماء فقد امتعه مني حوض لا يضمع بعدها أبدا ذلك لن يجب أن تشعر أكثر لذلك وبعد الله أنه يجب أن أمع زمزم وقاله يجب أن يقول إني لا أشربها لعم الكيب أنا أمع هذا زمزم ل striving to protect from the thirst of the Akhir لأن أن Cubزم لما أشرب له يجب أن تقول لذلك عندما نبوا مطابق لنا يجب أن نقلق مع الأخير مطابق سعرنا نبس من أعطيه للوية ما هو الخيADA؟ هل هذا ام الicheاق أو الاتر? الحين الأم. تحية عنا أو الاتر? الاترى. نحن تقديم الاترى تذكر جب هذا يعني نتعلم ان تدهى واحد bueno самое명 كل الوّى يبحث في الاترى. نحن نحن trazى راكةある الحياة والأكل، ثم يجب أن تكون قليلاً مباشرة لآخرة لأن هذا الدنيا لا يستمر لأحدث. يجب أن يأتي إلى الأخير. استعداد اليوم الرحل. نحن 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 نفسه. وهذا هو لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبا ذر. ما قاله؟ يا أبا ذر أكثر الزاد فإن السفر طويل. يا أبا ذر أنبطيك، أستمرتك، أستمرتك إلى الأنب. أن هناك تأمين الليلة. لأنه سيكون سوء كبيرة الآخرة وأنبطيك إلى الليلة لتأمين سبح يوم القيامة لتأمين أنه قرار أنه هي النهجة surgية. هذا هو المساعد الذي يجب أن يجب أن نفعله و هذا هو المساعد الذي يجب أن نفعله الآن